السلام عليكم وإهلا بكم ومع درس جديد من دروس صف الأولى العداد في درسنا النهاردة نتكلم عن جامع الأعداد النسبية زي ما اتفقنا أن العداد النسبية هي أي عدد يمكن كتبت في صورة كسر فلما نيجي نجمع الأعداد النسبية نفس اللي كنا بنعمله مع الكسور هنطبقه مع الأداد النسبية الشرط الأول في جامع الأعداد النسبية لازم يكون المقامات زي بعض فلو المقامات عندي زي بعض لو كان عندي ألف على باق زائد جيم على باق كل اللي بعمله بكتب المقام زي ما هو وبجمع البسط مع البسط طيب لو المقامات مختلفة لو كان عندي ألف على باق زائد جيم على دالك كل اللي بعمله بقول ألف في دالك زائد باق في جيم على باق في دالك طيب تعال نشوف مع بعض أول سؤال بيجي لنا ازاي بيجي يقول لنا هنا أوجد ناتج كل من العمليات اللي أتقل 1 على 5 زائد 2 على 5 المقامات متساوية آه يبقى كل اللي بعمله بجمع البسط يبقى 1 زائد 2 بيساوي 3 واكتب المقام زي ما هو فالسؤال الثاني عندي بنفس الطريقة 2 على 7 زائد 3 على 7 عندي هنا المقامات متساوية بجمع البسط 2 زائد 3 بيساوي 5 واكتب المقام زي ما هو في سؤال رقم 3 الموضوع مختلف فبيقول لي عندي هنا 2 على 3 زائد 4 على 5 المقامات مختلفة يبقى انطبق الطريقة اللي كنا بنقول عليها هنقول 2 في 5 زائد 3 في 4 على 3 في 5 طبعا لازم نتأكد ان الإجابة عندنا في أبسط صورة 2 في 5 ب 10 زائد 3 في 4 ب 12 على 3 في 5 ب 15 يبقى نقول له بيساوي 10 زائد 12 22 على 15 البسط أكبر من المقام لازم نحول له عدد كسر نقدر نحول له عدد كسر ياما باستخدام الأل الحسب ياما باستخدام الإسم المطولة فيبقى عندنا بعد بيحوله بيكون الناتج عندي 1 و 7 على 15 تاني سؤال رقم 4 بيقول لي عندي هنا 3 على 2 زائد 7 على 5 المقامات مختلفة طريقة من الاتنين يبقى واحد المقامات ياما بيستخدم طريقة الضال يبقى أنا هقول له عندي هنا 3 في 5 ب 15 زائد 2 في 7 ب 14 على 2 في 5 ب 10 يبقى الناتج بيساوي 15 زائد 14 29 على 10 بنكتب المقام زي ما هو طبعا عندي هنا البسط أكبر من المقام لازم نحول له عدد كسر بالإسم هيطلع عندي الناتج 2 ويتبقى 9 على 10 في سؤال رقم 5 هللاقي عندي هنا 3 أعداد نسبية 3 أعداد نسبية يبقى الطريقة الوحيدة اللي عندنا لازم يوحد المقامات أسهل طريقة بتوحيد المقامات ادرب المقامات كلها في بعض يبقى 5 في 2 ب 10 في 3 بتلاتين يبقى أنا أخلي المقامات كلها 30 وأقول له 30 على الخمسة بيساوي 6 في 1 ب 6 30 على ال 2 بيساوي 15 1 ب 15 30 على ال 3 بتساوي 10 في 2 ب 20 ونجمع 6 زائد 15 21 زائد 20 41 على 30 البسط أكبر من المقام نحول له عدد كسري يبقى 41 على 30 فيها الواحد ويتبقى عندي 11 على 30 دفقنا أن نحن نقدر نحول باستخدام الألو الحزن في السؤال رقم 6 4 على 3 زائد 5 على 7 بنفس الطريقة 4 في 7 بـ 28 3 في 5 بـ 15 3 في 7 بـ 21 بالجمع 28 زائد 15 43 على 21 البسط أكبر من المقام نحول له عدد كسري فلاقي الناتج عندي 2 و 1 و 20 2 و 1 على 21 سؤال رقم 7 أنا عندي طريقتين دلوقتي الجمع لأعداد الكسري الطريقة الأولى أننا أحولهم لكسور ونستخدم الطريقة اللي فاتت الطريقة الثانية أننا أجمع الأعداد الصحيحة مع بعض والكسور مع بعض فأنا عندي هنا السؤال ده أقسم جزئين الجزء الأول الكسر مع الكسر والعدد الصحيح مع العدد الصحيح فأنا عندي هنا 2 زائد 3 بتسوي 5 بعد كده هاجم عدد أنا عندي 1 على 3 زائد 1 على 2 1 على 3 زائد 1 على 2 بقول 1 في 2 بـ 2 زائد 3 في 1 بـ 3 على 3 في 2 بـ 6 على المبسط 2 زائد 3 بـ 5 ونكتب المقام زي ما هو ما ننساش أنه كان عندنا 5 بره يبقى الناتج عندي 5 و5 على 6 الخمسة دي اللي جبناها من جمع الأعداد الصحيح تاني أنا عندي هنا عدد صحيح وعدد صحيح حشان ما ننساش أكتب الناتج الأول وبعد كده أجمع 1 على 3 زائد 1 على 3 المقامات زي بعضها نجمع البسط ونكتب المقام زي ما هو يبقى الناتج عندي بقى بيسوي 3 أو 2 على 3 وكده تعلمنا زي نجمع الأعداد الكسرية الكسور سواء المقامات متساوية أو المقامات مقتلة وكده نكون انتهينا من درس النهاردة يارب تكونوا استفدتوا بيه وانتظرونا في الدرس اللي جاي إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته